شوف احنا المفروض ده احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى والتجارة والصناعة موجودة وكل الناس موجودين للحكومة احنا حندد الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة ثلاث شهور ده نشوفوا ده احنا العمل بس ارضه ان احنا يعني و احنا بنعمل ده و احنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على اخره يعني انت عارف انه قليات العمل والحوكمة يعني من زي ما احنا هزين في مصطفى فبرضو ما هو السبب في المؤتمر اللي فات يعني ان اللي انتو بتعانوا منه احنا مش عايزينكوا تعانوا منه لان احنا يهمنا في الاخر احنا كلنا مع بعض ويهمنا من البلد اه طبعا يهمنا من تطلعوا ده لكن على كل حال ثلاث شهور الرخصة الزهبية لكل من يتقدم انا مش هحددهم رقم اه دكتور مصطفى ولكن ارجو ان احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لان احنا ننفذ الالتزام ده لمدة تلاتة شهور منواجه لو الامور مش كويس ولينا حجم الانجاز يعني كان مشجح نقدر نفكر ان احنا نستكلم كده تلات شهور تانين ولا لا اقول طب نخلق نرجع للنظام القديم اللي احنا اللي هو رخص الزهبية لدكتور مصطفى فإحنا هندي ثلاث شهور بالطريقة شكراً يا فني شكراً يا فني شكراً يا فني شكراً يا فني